أغفر يا إلهي ورحم الوالدين أغفر يا إلهي ورحم الوالدين ربون بلقوب قبروا فحنين صلوا فرضهم في العيش متبقين ونبغينا الطعام للضيف مع المسكين قول هلين حالي ما سمعون الشين وافر خير هون ما هو الشحيح ظنين حفظين الجوار للفي الشمال يمين فاتوا مننا هذه المسألة هون وين والوالد بتغطي النام من نزيف والوالد بيبطوش لنا دين وخريف بيدخنوا لبل ربون غير تكليف إلى من نلحق دمعتنا ما بيدقيف يحلي الوالدنا للضيفان بيقوم بيطربة وساتر حاله في بطن الأهل والغربة النفس رضية في زمن الرخى والكربة إبليس والنفس عامل معاهن حربة الوالد ما بيد كافا وزيوه أبل الخريف يتعليك هتافا إن مساك ضر كبدت لك رجافا وبدغج عزرتك به يتميع وافو يحليه الوالدنا هي البلاد كبيرة في ذقب الفهم راجل بعرف السيرة للجار والبعيد نافي الغضب والغيرة فاتما ابن الحق وعقب مسابته طويله لكن زوية المعدومة في الإسوان مكرم مستوى عملاه بإحسان نرى حبال ساعة تنزل الضيفان هو قاعد معاه قدح بيجيه ملان والدك ياللي ما منك التكافي محال يخضك بالطوف عليك مزعال اديك مطلبك مهما تدور في المال وعزلك في الرجال شيخ الطريق محال اماما شفي اللي من عام الوالد كيف عزانا اخرا لنجيها ايو الرباع معانا قرعت الكبيرة قلب الفطيرة ملانا واللبن المسخن حاليا في القنان نحمض ربنا اي نحمض ربنا علينا رضيانين ولكن احنا ما سوينا ليهنشين ابو مكالتوم يقوم قلب الرؤوف حنين يحلي بالدريجة يعشيونا الاتنين الوالدين دين المولى وصع عليهم وقال لا تغل أفين لي كلامك ليهم اخفض للجناح نقول ربي اخفر ليهم فهن موصيين العائلة بترضيهم الصلاة والسلام عد ما خلق منشيهن اضطار بالجناح والممشي بغدميهم توصل للرسول وصحب الكرام ترضيهم عيسى والإمام خير الجزاء تجزيهن صلى الله عليه وسلم